تزوجت فتاة صالحة من رجل بدى جيدا ولكن بعد مرور عام على هذا الزواج بدأ الزوج في الابتعاد عن زوجته إلا أنها حاولت معالجة الأمر بالتقرب من زوجها وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي ولكن الزوجة صر على بعده مما دفعها إلى الكف عن محاولة التقرب إليه ومرت الأيام إلى أن وصل إلى الزوجة رسالة على هاتفها أن زوجها يكرهها ويحب امرأة أخرى ومن الأفضل لها لحفظ كرامتها أن تترك هذا المنزل وترحل استقرت على حذف الرسالة والوصول إلى الحقيقة قامت بالاتصال بزوجة أحد أصدقاء زوجها وقد عرف عن هذا الصديق الخلق الكريم إلى جانب أن هذه الزوجة صديقتها فطلبت منها أن تأتي إليها وبالفعل حضرت الصديقة استأذنت الصديقة لدخول الحمام ولكن عند دخولها الحمام تركت هاتفها على الطاولة وبعد ثوان رن هاتفها فكان الرقم الظاهر على الشاشة هو رقم زوج الزوجة المخدوعة فقامت دون تردد وردت على الهاتف فسمعت زوجها وهو ينادي تلك الصديقة بحبيبتي وهنا تأكدت الزوجة من خيانة زوجها لها ولصديقه وعرفت أن التي أرسلت لها الرسالة هي صديقتها وبسرعة أغلقت الهاتف وحذفت المكالمة طلبت الطلاق فلم يتأخر الزوج بل طلقها مباشرة وعادت إلى بيت أهلها وهناك بحثت إلى أن وصلت إلى زوج صديقتها الخائنة وأخبرته عن خيانة زوجته واستحلفته أن لا يسبب أي فضائح ففعل الرجل وطلق زوجته الخائنة في هدوء مرت الأيام بتلك الزوجة إلى أن انتهت عدتها فجاء زوج صديقتها وتقدم إليها وقد كان نعم الزوج ونعم العوض من الله وانتهى الأمر بالزوج والزوجة الخائنين بعدم الزواج فالخائن لا يأتمن أي أحد حتى ولو كان شريكه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير تزوج الشاب من فتاة صالحة وبعد عام رزقهم الله بطفل جميل وظلت أمه تحسن تربيته وتقوم بتحفيظه ما تيسر من القرآن حتى توفيت وعمر ابنها خمس سنوات فحزن الأب كثيرا وبعد أشهر تزوج من ابنة خالته والتي وعدته بأنها ستكون أما حنونة لابنه وذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع يده على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل شعرة مرت على يده حسنة وبالفعل تعلقت بالطفل كثيرا خاصة بعدما تأخر حملها وشعرت أنها ربما لا تنجب ولكن بسبب عطفها على ابن زوجها يتيم الأم استجاب الله لدعائها عندما علمت من الطبيبة أنها حامل في شهرها الثالث وبعد أيام من معرفة الزوجة بحملها حدث تغير مفاجئ في تصرفاتها حيث بدأت تهمل الطفل وبدأت تراه منافسا لابنها ونسيت كلامها لأبيه قبل زواجها عن جزاء كافل اليتيم وبدأت تعامل الطفل معاملة سيئة وتتركه بلا طعام حتى أصبح الطفل هزيلا حزينة وعندما شعر الأب بضعف وحزن ابنه عاتب زوجته على إهمالها له ففجأ بها تقول له أنا في الشهر السابع وبعد شهرين سوف يأتي ولدي الذي انتظرته كثيرا ولن أستطيع خدمة ابنك مع رعاية ولدي فإما أن ترسله لأحد من أقاربك أو ترسله إلى دار الأيتام شعر الأب بحزن شديد قرر إرسال ابنه إلى بيت أخته حتى تلت زوجته وحتى تعود الابتسامة لابنه بين أخته وأولادها وقبل الولادة بشهر شعرت الزوجة بآلام شديدة فأسرعت مع زوجها إلى الطبيبة التي أخبرت الزوجة أن تغيرا كبيرا حدث للجنين ولا بد من الولادة الآن وأن هناك احتمالا كبيرا لوفاته وبالفعل لم تستطع الطبيبة إنقاذ الجنين وأصيبت الأم بحزن شديد خاصة بعدما علمت أنها لن تستطيع الحمل مرة أخرى فأوصاها الزوج بالرضى بقدر الله فقالت له وهي تبكي أخبرني الأطباء بعد زواجنا بعام أنني ربما لا أنجب ولكن الله رزقني بالحمل بسبب حسن معاملتي ابنك وعندما أسأت معاملته وظلمته كثيرا عقبني الله والآن ليس لي إلا ابنك الذي أشتاق إليه كثيرا لأعوضه عن كل تحاملي عليه خلال الأشهر الماضية وسوف أبذل كل جهد لأسترد حبه لي مرة أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير